الفول السوداني محرم على سمنتا شولت البلغة من العمر 15 عاماً فتناولها كمية قليلة منه قد يسبب لها ردة فعل غير مرغوب فيها سمنتا اكتشفت إصابتها بالحساسية عندما كانت طفلة صغيرة وقدمت لها حلوة احتوى على زدة الفول السوداني أصيبت ابنتي بانتفاخات لدرجة كان يصعب التعرف عليها ولكننا الآن حارسون جداً لتجنب كل منتجات الفول السوداني حالياً سمنتا تخضع لعلاج مناعي يقوم على التعوض البطيء جداً على الفول السوداني وتبدأ بجرعة صغيرة من البروتين المستخرج من الفول السوداني يوضع تحت اللسان لدقيقتين يراقبها فيها الأطباء لمدة ساعتين بعد ذلك تتم نفس الجرعة مرة واحدة يومياً في المنزل لمدة أسبوعين الطبيب فوق يقول إنه ليس علاجاً بقدر ما يجعلها أكثر أماناً إذا تناولت شيئاً عن طريق الخطأ يحتوي على الفول السوداني فيما كانت تستجيب لنصف حبة من الفول السوداني الآن مع العلاج يمكنها تناول ست أو سبع حبات دون وجود ردة فعل أو أعراض حساسية الآن يمكنني أن أكون حول زملائي في الحافلة عند تقديم الوجبات الخفيفة بدلاً من الوقوف لوحدي ويعتقد الخبراء أن هذا النوع من العلاج قد يكون فعالاً مع الذين يعانون أنواع أخرى من الحساسية تجاه الأغذية مثل الحليب والبيض رشخيات العربية